موسيقى للحشوة 800 جرام قشتة بقرية مغلية ومصفات 50 جرام أو نصف كوب فستق مجروش للقطر 400 جرام أو كوبان سكر 150 ميلي أو ثلثي كوب ماء ملعقتان صغيرتان عصر ليمون طريقة التحضير للقطر نخلط في طنجرة صغيرة السكر مع الماء ونحرك جيدا نضع الطنجرة على النار متوسطة حتى يغلي الماء نخفف النار ونتركه يغلي لمدة دقيقة ثم نضيف الليمون مع التحريك ونغليه لدقيقة أخرى مع التحريك للحشوة في وعاء نخلط القشطة مع الفستق المجروش للكنافة نضع الكنافة في طنجرة كبيرة ونقوم بتفتيتها في وعاء صغير نخلط المائتين جرام سمنة مع ملعقة طعام قطر نسكب الخليط في طنجرة الكنافة ونقوم بالخلط بشكل جيد نفرم الكنافة بالفرامة الكهربائية حتى تصبح ناعمة ثم نضعها في البراد لمدة ساعة نضع طنجرة على النار منخفضة ونقلب فيها الكنافة حتى تسخن ندهن صانية فرن نحاسية مع الأطراف بملعقة طعام سمنة نقوم بوضع منخل كنافة ناعم فوق الصانية وننخل فيه الكنافة مع فركها باليد نأخذ مقدار كمشتين من الكنافة المنخولة ونضعها في وعاء صغير جانبا نفرد الكنافة في صانية فرن حتى يصبح سطحها متساون ونضغط عليها بشكل خفيف ثم نحدث ثقب في وسط الصانية ندور الصانية على نار هاتئة لمدة عشر دقائق حتى نحصل على نار زهري في وسط الثقب الذي أحدثناه ثم نغلق الثقب ونتابع التجوير لمدة ثلاث دقائق ثم ندعوها تبرد ندهن صانية فرن أخرى بملعقة طعام زبدة ونوزع فيها كمشتين الكنافة التي وضعناها جانبا ثم نفرغ مسافة نصف سنتيمتر من حواف الصانية ثم نضعها على نار هادئة مع تجويرها باستمرار حتى نحصل على لون أشقر ونحرص في تلك الأثناء على غليان القطر نوزع الحشوة على صانية الكنافة الأولى مع ترك مسافة نصف سنتيمتر من الحواف فارغا ثم نقلب فوقها الصانية الثانية ثم نقلب الكنافة بحيث يكون الوجه السميك نحو الأسفل نسكب عليها القطر المغلي حسب الرغبة ونزينها بالفستق المبشور ونقطعها إلى مربعات ونقدمها لمزيد من الوصفات زروا موقع www.basmati.com